تسلم الاتحاد الاوروبي جائزة نوبل للسلام للعام 2012 في أسلو ومن نيابة عن الاتحاد الاوروبي تسلم رئيس المفوضية الاوروبية جوزي منويل باروزو ورئيس المجلس الاوروبي هيرمان فن رومبي ورئيس البرلمان الاوروبي مارتين شولتز جائزة نوبل للسلام الثانية والسبعين وارجعت لجنة نوبل منح الجائزة للاتحاد الاوروبي لإسهاماته في مجال التقدم في مجال السلام والمصالحة الديمقراطية وحقوق الانسان وسوف يتسلم الفائزون بجوائز نوبل في مجال الأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد جوائزهم في وقت لاحق من اليوم في العاصمة السودية ستوكولم